السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في هذا الفيديو سوف نتعرف على درس ما مكونات الوجبة الغذائية المتوازنة إذن الهدف من هذا الدرس هو أن نتعرف النظام الغذائي المتوازن إذن هنا عندنا صورتين صورة أولى لواحد الطفل يعاني من نقص في التغذية والصورة الثانية واحد الطفلة عندها سمنة يعني عندها غذاء أو وزن مفرط يعني تناول الأكل بواحد الشكل اللي هو مفرط وأكل مضر بالصحة غير متوازنة بالنسبة للأتساءل ما هي الأغذية التي يجب أن أتناولها لتكون تغذية متوازنة نعم نعم صحيح أفترضه أتناول أغذية متنوية وبكيمية متوازنة يعني اللحوم خضار فواكه لشويات ذهنيات أغذية متنوية هنا عندنا هرم غذائي ينطلق من 1 إلى 7 بنسبة رقم واحد فهو نشرب الماء بكثرة ثانيا أتناول عدة مرات في اليوم الخبز نعم ثالثا أتناوله على الأقل مرة في اليوم الخضار والفواكه رابعا مشتقات الحليب أتناولها يوميا خامسا خامسا أتناولها مرة واحدة في اليوم وهي اللحوم الأسماك أو بعد بداء اللحوم كالضيض سادسا أتناولها أحيانا نعم كالزبدة والزيت سابعا أتناولها أحيانا أيضا كالشوكولاتة والحلوة بالنسبة نعم هنا الفطور خبز كامل قطعة جبن حليب فاكهة بالنسبة الغداء الغداء فمن الأفضل أن يكون مكارونا سلطاء خضر فاكهة لحوم أو بدائلها العشاء خبز كامل ياغورت زيتون حساء أخضر بالنسبة الأستخلص لتكون التغذية متوازنة يجب تناول الفواكه والخضر ومنتجات الحليب والنشويات في كل يوم اللحوم أو الأسماك أو البيض مرة واحدة في اليوم المواد الدهنية قليلة والمنتجات السكرية أحيانا